أعطيكم العافية تعديلات رح أطلبها منكم بتكتبوها عندكم على أساس نعتمدها لما نطبق إن شاء الله بالمختبر داخل الكلية طيب بداية التجربة اللي رح نحكي عنها هي تجربة تحضير السابوزيتوريز أو اللي هي التحاميل تمام؟ هاي أول تجربة رح تكون في منهج صيدلانيات ثلاثة العملي بدنا أول شي نيجي نحكي بإنتروداكشن أو خلينا نتعرف على أنواع التحاميل بحكي لي هون إنه في عنا نوعين من التحاميل أو السابوزيتوريز فاجاينا السابوزيتوريز هاي اللي عليها مربع والتانية ريكتال سابوزيتوريز طيب شو الفرق بينهم أول شي هون يمس عند الفاجاينا السابوزيتوريز هي التحاميل النسائية أوكي المهبلية نيجي لتعريفها سيمي سوليد فارماسوتيكال بريباريشن مس على كلمة سيمي سوليد حطولي خطين أنا حكيت لكم إنه دايما بالأشكال التوائية منصنفهم حسب إنها هي ليكويد ولا سوليد ولا سيمي سوليد ولا قازيس وبالتالي التحاميل تعتبر شبه صلبة ليه شبه صلبة؟ لأنه على درجة حرارة الغرفة أو بالتلاجة بتكون صلبة لكن لما يستخدمها المريض وتدخل على درجة حرارة جسم المريض بتسيح وبتتحول لسائلة لهيك إحنا منصنفها سيمي سوليد حطين خطين طيب كمان فيه فرق أو شغلة مهمة لازم انميز بالتحاميل إنها intended for application into the vagina يعني هذا نوع خاص بالنساء بيستخدموه بحالات الالتهابات مثلا النسائية بتكون هاي التحاميل الشكل تاعها المصنع فيه بيسهل استخدامها للمريض they are used to deliver locally acting medication بحط مربع كلمة أو خطين تحت كلمة locally acting شو يعني locally acting؟ يعني مفعول التحميل النسائي أو المهبلية بيكون موضعي عند المرأة تمام؟ مش مفعول في كل الجسم لا فقط المفعول بيكون locally زي ما حكينا موضعي بسبب مثلا التهابات نسائية معينة فبتاخد هاي التحاميل النسائية طبعا هون بدنا نكتب ملاحظة انه ممكن نلاقي على الباكيت علبة الدواء بتاع الفوجاينة السابوزوتوريز لها اسماء تانية باكتبهم هون جنبها اللي هي أوفم ممكن يكون اسمها أوفم أو ممكن يكون اسمها بيسهري تمام؟ تكتبوها كملاحظات هون عندكم يا مسؤوكي أتوقع هون في حدا كاتبها بالخط اللي دهيها شايفينها سابوزوتوريز نوع عين واحد الفوجاينل النسائية واثنين الريكتل اللي هي الشرجية أو اللي بتنعطى لأغلب الأطفال إذن أوفم اللي هي اسم آخر الأوفم تمام؟ والبسري وزي ما حكيت لكم فعليا شكل التحاميل اللي بتنعطى أو التحاميل النسائية شكلها مختلف عن التحاميل اللي هي الريكتل أو الشرجية يجي لتعريف الريكتل سابوزوتوريز برضو نفس الشي سيمي سولد شبه صلبة فارماسوتيكال بريبريشن انتندت فور أبليكيشن انتو ذا ريكتام هون بحط دائرة على كلمة ريكتام وهون بحط دائرة على كلمة الفجاينة إذن كل واحد اللي هو مختلف النوعين هدول من التحاميل كل واحد فيهم مكان الاستخدام مختلف لحظوا هون لما تكون التحميلة ريكتل عن طريق الشرج بحط خطر خطين تحت كلمة سيستيميكالي وخطين تحت كلمة لوكالي يعني التحميلة العادية اللي الكل بعرفها ممكن تكون تعطي يا إما مفعول في كامل الجسم وبالتالي بسمي سيستيميك افكت أو ممكن زي مثلا الطفل لما ترتفع حرارته وبيكون مثلا باستفرق بروح الأم بتعطيه تحميلة عشان تنخفض حرارته تحميلة مثلا أدول هون التحميلة اشتغلت على كامل جسم الطفل ونزلت حرارته فهون بحكي إنه كان مفعولها سيستيميك افكت أما مثلا لو الطفل عنده امساك بيعطوه تحميلة جليسارين هون بتكون مفعول التحميلة موضعي بس عشان تحل مشكلة الامساك وتخلي الطفل يخرج وبالتالي هون بعتبرها لوكال افكت تمام؟ إذن لو إجينا مثلا سألناكم إنه قارن بين الفجاينال سابوزيتوريز والريكتال سابوزيتوريز بتحكي أول شيء إنه المكان يعني اللي بتنعطى أول شيء الشكل مختلف ثانيا مكان الاستخدام للمريض مختلف ثالثا إنه هذا بيعطي مفعول لوكالي فقط للفجاينال بينما الريكتال ممكن تكون systemically and locally acting طيب نيجي لهون هلأ بحكي لنا إنه وزنة التحميلة الريكتال ممكن يتراوح وزنتها من 1 ل 4 جرام بحط هون مربعه مهم لازم دائما تعرفوا إنه التحميل وزنتها من 1 ل 4 جرام طيب هل في تصنيف؟ نعم تعرفوا إنه في تحميل إنت لما تتمرن بالصيدلية تتدرب رح تشوف إنه فيه تحميل للرضع الـ infants وفيه تحميل للـ children الأطفال وفيه تحميل للـ adults اللي هن البالغين شو الفرق بينهم وزنتهم يا مس؟ بحط دائرة هون الـ infants 1 جرام الأصغر واحدة بتيجيه الـ children الأكبر شوي بتكون 2 جرام بينما الـ adults أو البالغين بتكون 4 جرام تمام؟ إذن دائما بالأول بناخد تعريف بشكل عام عن الشكل الصيدلاني فيه شغلية مسألة أنتو بتكو تعرفوا أنه لازم تربط بين المعلومات اللي بتاخدها بالنظري مع المعلومات اللي بتاخدها بالعملي فبتكو ترجعوا للكتاب النظري اللي هو صيدلانيات ثلاثة ترجع تراجع شوي اللي هو تعريف التحاميل النواع القواعد اللي بنستخدمها بتحضيرة التحاميل زاء الطرق تحضير التحاميل هاي كلياتها بتنسألوا عليها حتى بالعملي يعني صح إحنا مش ضايفينها في جزئية العملي ولكن لما تدخل على الامتحان الشامل لازم تراجعهم وتكون عارفهم أوكي؟ لأنه ما في داعي نكرر يعني أنت قردي بتاخدهم بالنظري خلاص لازم تكون عارفهم ما رح نرجع عيدهم بالعملي ولكن أنت مطالب فيهم نيجي هلأ شوي نحكي عن الشكل اللي هو اللي إحنا رح نطبقه بالمختبر اللي هنه الجليسيرول سبوزيتوريز تمام؟ BNF يعني حسب البريتش ناشونال فورمولاري اللي هو أحد المراجع الدوائية تحاميل الجليسيرول بالعربي تحاميل الجليسيرول أول شي قبل ما نحكي عن هاي المركبات بدي أورجيكم الRX إيش يعني RX يا ميس؟ RX معناها الفورمولا أو خليني أشبه لكم إياها المقادير بتاعت التحضيرة مكونات ومقادير التحضيرة لاحظوا أنه أول شي أنا بحب أحكي عن الRX بعدين أرجع للتفاصيل بتاعت كل مادة بدنا نرقم يا ميس والRX بدي إياكم دائما تكونوا حافظينها لما أحكي لكم تحاميل الجليسيرين مباشرة يقول لي بتتكون من جيلاتين إيجليسيرول هدول المادتين الأساسيات وهس رح نحكي كل واحدة شو دورها بالتحضيرة مثل برابين روبيل برابين وي بيوريفايد ووتر اللي هي الماء إذن برقمهم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة طيب كمياتهم يا ميس بنحفظهم يس نحفظهم يا ميس لأنه ممكن أحيانا تنسألوا عنها وممكن أحيانا يعني ما بتعرف الأسئلة ممكن كيف تيجي فأنت خليك بالسيف سايد وحفظهم لاحظوا إنه الجيلاتين كميته أربعة عشر جرام طبعا الRX هاي يمس واحدة بكل الكتب كل المانوالس تاعة الصيدة اللي بتلاقيها نفس الوصفة هاي نفس التحضيرة طيب لو سألتك التحضيرة كاملة كم كميتها تطلع أبتو ميت جرام إذن هاي بتحضر لك ميت جرام من الكمية يعني من مادة التحامي أوكي نيجي لكل واحدة أول شي الجيلاتين الجيلاتين أربعة عشر جرام هو عبارة عن بايندر إيش يعني بايندر يعني هو المادة الرابطة اللي رح تربط الجزيئات وتجمعهم على بعض طبعا مهم جدا أحفظ كل إنجريدينت أو كل مكون وشو دوره داخل التحضيرة نيجي للجلسيرول طبعا الجيلاتين مثل أنتو بتعرفوا الجيلاتين هو نفس مادة يعني تعرفوا الجيلة هو فعليا المادة هاي اللي بتشتروها بالباكيت وبتدوغوها بالمي السخن هي هاي الجيلاتين فهي مادة بتدوب بالمي السخنة وبتلاحظوا أنه بتغير قوام المي من سائل بجمد هيك بتجمد بصير زيه كأنه قوام متماسك فعشان هيك إحنا بنسمي هاي المادة بايندر لأنها بتربط وبتجمع الجزئات مع بعضها نيجي للمادة الثانية اللي اسمها الجلسيرول الجلسيرول هو سائل يمس شفاف هيك لزج شوي له خاصية إنه هو هيو ماكتنت شو يعني هيو ماكتنت يعني مادة ماصة للرطوبة مادة بتعطي خاصية إنها بتسحب المي أو يعني بتسحب المي وبتمتص المي مكان ما هي موجودة فخليني أفهمكم هي شو بتشتغل هي الاكتب انجريديانت فعليا لحظوا هون شو مكتوب جنبها هي الاكتب انجريديانت يعني هي العنصر أو المادة الفعالة بتحضيرتي لأنه غالبا هاي التحاميل بدي أحكي لكم هون شوفوا هون جلسيرول سبزيتوريز انتو بتعرفوا إنه تحاميل الجلسيرول اللي إيش بيستخدموها غالبا لعلاج الإمساك يمس طيب إيش معنى إمساك؟ إمساك يعني إنه الشخص بيصير فيه عنده الإمساك يعني بيصير الشخص عنده اللي ستول أو الإخراج أو الفطلات اللي متجمعة بالأمعاء كمية المي فيها قليلة فزيكي أنها بتنشف فبصير صعوبة بإخراج هاي الفضلات تمام؟ فهون بيقولنا جلسيرول سبزيتوريز are used as a laxative بحط هون مربع كلمة laxative يعني هي عبارة عن علاج للإمساك أو مسهلة هذا أول استخدام إلى رقم واحد اثنين ممكن تكون بيز بيز يعني قاعدة لتحضيرات أخرى اللي هي الفجاينال سبزيتوريز يعني ممكن تكون هي قاعدة لتحضير التحميلة مهبلية تانية تمام؟ طيب هلأ ليش أنا حكيت لكم أنه الجلسيرول هو هيو ماكتن أو مادة مرتبة أو مادة تمتص الرطوبة إلى المكان اللي موجود هو فيه زي ما قلت لكم الستول أو الإخراج بيكون عند الشخص اللي عنده إمساك ناشف جاف فلما بحطوا التحميلة هاي تاعة الجلسيرول بتصير المادة هاي الجلسيرول تجمع مي في منطقة الأمعاء وبالتالي بيسهل على المريض إخراج الفضلات هاي مضحة طيب نيجي للمادة رقم ثلاثة وأربعة هدول بنحفظ أي مقطع برابين معناتها مادة حافظة يامس ولاحظوا كميتهم جدا قليلة اوكي إذن دورهم بريزيرفاتيبس يعني مواد حافظة والبيوريفايد ووتر اللي هو الماء أو الليكويد ميديوم يعني المذيب الرئيسي للتحضيرها بكمل التحضيرها لـ 100 جرام اوكي إذن هون حكينا بشكل رئيسي شو هي تحضيرتنا اللي هي تحامل لجليسيرين الملينات تمام نرجع هسا بس كلام سريع بده يوصف لي كل واحدة من المقونات بقول لي الجيلاتين is translucent colorless brittle when dry يعني الخصائص الفيزيائية تاعته شفاف ما إلو لون brittle يعني هيك هش nearly tasteless solid substance مادة صلبة ما إلها طعم هيك بتعرفوا حكيت لكم شو الجيلاتين انتوا عارفينه derived from collagen of animals skin and bones مشتق أو يتم استخراجه من الكلاجين اللي موجود بجلود الحيوانات أو عظامهم it's commonly used as gilling agent بحط خطين تحت كلمة gilling agent شو يعني جيلنج ايجنت يعني قلت لكم هو بيحول الوسط اللي بنشتغل فيه لشكل هيك بشبه إحنا بالعربي بنقول عنه جيلي تمام وإيش دوره هايها بحط عليها دائرة and as a binder إذا برقم بحط عن gilling agent 1 binder 2 in food pharmaceuticals and cosmetic manufacturing بيدخل به المستحضرات تاعت الغداء أو المستحضرات تاعت التجميل الكوزموتيكس يعني التجميلية نيجي لرقم اتنين الجليسيرول أو الجليسارين إلو ممكن أحكي هيك ممكن أحكي هيك بحكي لك هاي تركيبته الكيميائية هو ثلاث كربونات كل كربونة عليها OH وإنتوا بتعرفوا أنه المركب لما يكون عليه OH معناته هو مركب بولر بيحب الماء إذن has a three hydrophilic hydrophilic يعني محب للماء hydroxyl groups that are responsible for its solubility in water يعني هل هو بدوب بالماء ولا لا يا مس بما أنه عليه ثلاثة OH إذن أكيد بدوب بالماء وأصلا كمية الكربونات فيه قليلة فأكيد رح يدوب بالماء and it's hygroscopic in nature حطولي خط تحت كلمة hygroscopic ومعناها إنه هو بيمتص الرطوبة زي ما حكيت لكم بيسحب جزيئات الماء لعنده the glycerol backbone is central to all lipids known as triglycerides glycerol is sweet tasting and of low toxicity نيجي لها اللي هنه الثالث والرابع المثل بارابين والمثل باراهايدروكسي بنزويت هدول عبارة عن مثل استر اوف باراهايدروكسي بنزويك أسد اسمه الكيميائي it's an anti-fungal agent أنا عم بحكي لكم preservative يعني مادة حافظة وبالتالي هو رح يكون ضد الفطريات ضد المايكروبات عشان هيك بحط مربع كلمة preservatives in cosmetics and personal care products بس على كلمة preservatives إحنا بهمنا إنه هن بيستخدموا كموات حافظة it's also used as food preservative برضو بيدخلوا بتحضيرات الأكل هاي شي كلهم نعطيك كمان بروبيل بارابين بروبيل هايدروكسي بنزويت هذا المركب اللي وراء اللي هو بروبيل استر اوف بارا هايدروكسي بنزويك أسد اقرز as natural substance found in many plants and some insects يعني هو مركب طبيعي natural ويبكون موجود ببعض النباتات أو حتى بعض الحشرات yet it's manufactured synthetically وممكن يتم تصنيعه for use as a preservative typically found in cosmetics pharmaceuticals and foods زي ما حكيت لكم هاي الكلمة اللي بتهمنا بس هي انه preservative وممكن نلاقيه بالمستحضرات الدوائية أو الصيدلانية أو sorry المستحضرات التجميلية أو الصيدلانية وحتى بالأكل تمام وحكينا عن الRX وكتبه جنبها يامس حفظ وطبعا المينيوز هذا هون بكتب عليه المينيوز يعني الاستخدام الرئيسي لتحاميل الجليسيرول إنها laxative or base تمام طبعا بقول لي إنه they are stored in cool dry place with temperature أقل من 25 شوي مس هون بدنا نراجع درجات الحرارة ورح ترجع تاخدوها بالرقابة الدوائية إنه المصطلح المستخدم على الباكيج بتاعة المادة الدوائية اللي انت بتشتغل فيها لما يقول لك مصطلح انت لازم تعرف شو درجة الحرارة اللي بيقصدوا فيها فلما يقول لك cool temperature معناته لازم تكون درجة الحرارة أقل من 8 وغالبا الرفرجوريتر التلاجة بتكون الحرارة فيها من 2 إلى 8 أما الفريزر مكتوبين طبعا هون كل هون مطلوب منكم حفظ ال cool temperature من وين لوين وال room temperature وال warm temperature كل هم هدول مصطلحات انت لازم تعرف شو درجة الحرارة اللي بيقصدوها فيها طيب هون بدو يجي بس يحكي لي شوية عن اللي هن التحاميل بتاعت القليسارين يعني هو ما عم يحكي بشكل عام على كل التحاميل عم يحكي بس على هدول النوع على هادا النوع اللي احنا بدنا نحضره أول شي بحكي لنا hard to prepare and handle شوية في صعوبة بتحضيرته incompatible هون بنتبه لهاي الكلمة دائما لما يقول لي incompatible يعني في عدم توافق يعني ممكن تكون اختياراتي غير صحيحة فلازم أعمل تحقق قبل ما أشتغل التحضيره إذن طيب هون incompatible في عدم توافق with certain ingredients such as the incompatibility between gelatin and tonic acid هاي مهمة المعلومة إنه يامس في عدم توافق بين تحاميل الجليسرين ومادة حمض التنك فما بحطهم بنفس التحضيره بحط رقا هيها هي رقم واحد أو هون بالنقطة اثنين needs preservatives لازم أحط مادة حافظة لهيك انتوا شفتوا بالتحضيره إنه حطينا مادة حافظة شو السبب يامس السبب إنه الجيلاتين مادة طبيعية وبالتالي ممكن يحصل عليها مايكروبات نمو مايكروبي إذن because the gelatin is suitable medium بحط خط لأنه هو وسط مناسب لنمو المايكروبي تمام رقم ثلاثة هايغروسكوبك وقلت لكم شو معنى هايغروسكوبك مادة ماصة للرطوبة أو لجزيئات الماي وبالتالي هي رح تسحب الماي جوة تحميلة فإذا تركتها بره بالهواء شو رح يسير رح تسير ممكن إنها تدوب أو ممكن إنه يتغير القوام تعها إذن من الصعوبة إني أحافظ على قوامها الصلب and prone to degradation ممكن إنها تتعرض للتحطم خلال storage time خلال ما أنا مخزنتها أوكي لأنها بتسحب الماي وإحنا عارفين الماي لما تفوت على أي تحضيرها بتخربها نقطة 5 ملز and dissolves in the body fluids هي بدو ماشي بتنصهر وبتدوب بالbody fluids يعني بالسوائل اللي موجودة داخل الجسم أو داخل الأمعاء but it needs a relatively long time to melt dissolve and release the active ingredients يعني هي بتدوب وبتنصهر على درجة حرارة الجسم اللي هي 37 درجة لكن بتحتاج وقت طويل إلى حد ما يعني ممكن الشخص لما ياخد التحميلة أو الطفل اللي عنده إمساك لما نعطيه التحميلة ما بتشتغل بسرعة ممكن يحتاج لفترة نص ساعة أو 40 دقيقة لحتى تعمل إطلاق للمادة الفعالة اللي فيها ويبلش المريض يحس برغبته بأنه يعني لازم يدخل على التويلت هاذ قلنا إنه هي أصلا مفعولها الأساسي إنها شو تستخدم لعلاج الإمساك يعني لها مفعول مسهل طبعا شوفوا معي هلأ لما يكون واحد مريض وعنده إمساك وبدو ياخد التحميلة أكيد رح يضلوا بالبيت عشان ياخدها وبالتالي ما عنده مشكلة بدخل الحمام لكن إذا كان المريض عم ياخد تحميلة دوائية معينة والقاعدة تاعتها مصنوعة من ساعتها هو رح يحس يعني رح يتدايق لأنه ممكن ياخد الدواء لكن مضطر يضلوا بالبيت لأنه ممكن تعمله شعور بالإسهال ولازم يدخل على الحمام لهيك بعتبرها من أحيانا لما ما يكون الغرض منها علاج الإمساك لما تكون هي قاعدة لمادة دوائية أخرى ممكن تعمل بعض الشعور بالانزعاج عند المرضى وبالتالي هون بيحكي لك غالبا هاي القاعدة استخدامها قليل يعني مش كتير بتلاقي تحميل مستخدمين في هذا النوع من قواعد التحميل وقلت لكم ارجعوا للمادة النظرية اتذكروا شو هم المستخدمين لعلاج لتصنيعة التحميل وشو طرق التحضير طيب مين القاعدة اللي مستخدمة بشكل أكتر الفاتي بيسز بحط خطين شو يعني الفاتي بيسز يعني القواعد الدهنية زي اللي بتكون مثلا من زبدة الكاكاو الكاكاو بتر وبالتالي هون بحكي لك ارمور بريفير بريفير يعني الناس بتفضلها وبتلاقي في أدوية أكتر مصنعة من هاي القاعدة اللي اسمها الفاتي بيزز ارمور كومون ليوز ان ثابوزيتوريز هيك خلصنا الحكي ورص الكلام النظري عن التحضير هسا بدنا ندخل بالتطبيق العملية مص طيب اول شي قبل ما احكي بالكالكوليشنز تمام انتو تعلمتو انو لازم دايما لما بدنا نحضر نعمل اشي اسمه الفاكتور صح هذا الفاكتور يعني بالعربي الار اكس الرئيسية هاي اللي انا فرجيتكم اياها تحضيرها لميت جرام طب احنا زي مثلا معطيتك مقادير طبخة لعشر اشخاص لعزيمة وبحكي لك اعمل الطبخة لشخصين شو بدك تعمل بدك تعمل ريديوسينج للفورميولا يعني بدك تقلل المقادير بحيط انها تكون متناسبة مع الكمية اللي بدك تحضرها عشان ما نقعد نتخربط دايما احنا اول خطوة هون شايفين الفاكتور تكتبوا رقم واحد انه هاي اول خطوة احنا بنعملها لحتى ايش نحسب الكميات اللي بدنا نشتغل عليها الفاكتور طب شو هو الفاكتور يا مس اكتبوا نوت هيك عندكم او هيها مكتوبة هون شايفين الفاكتور دايما هو الانتندد ويت عالتوتال ويت يعني بالعربي انا قديش طالبة منك الانتندد يعني كم مطلوب منك تحضر اكتب هون جنبها الكمية المطلوب تحضيرها في السؤال ماشي اذا البست هلا بدي احسب الفاكتور اول خطوة بدي احسب الفاكتور البست هو عبارة عن الكمية اكتبوا فوقها المطلوب تحضيرها في السؤال طيب التوتال ويت شو يعني التوتال ويت المقام بكتب تحتها هي الكمية المكتوبة ب ال ار اكس يعني الكمية الاصلية طب يجي هون نقرأ السؤال يامس مع بعض شوفوا انا هون شو طالبة منك بالمثال هذا مثال مش رح نطبقه بالمختبر بحكي لكم شو المطلوب منكم تطبيقه بالمختبر بدي اياك تحضر ست تحميل للاطفال ما مننسى انه احنا قلنا الانفانت وزنة التحميلة تاعتهم واحد جرام وللاطفال اتنين جرام وللأدلت اربعة جرام طيب اول اشي بحكي لنا بدنا نحكي عن الفاكتور اتذكر انه اول خطوة بحلك انك تعمل الفاكتور احنا بنعمل الفاكتور عشان انا اعمل المقادير اللي بتناسب التحضير اللي انطلبت مني وبالتالي وبالتالي شفتوا الار اكس هاي الاصلية هاي هون بكتب عليها الار اكس الاصلية هاي اللي بكون حافظتها انا طيب باجي بعمل هسا الار اكس الجديدة برجع بعيد كتابة المكونات نفسهم يا ميس عشان ما اخربط شوفوا نفسهم واحد جيلاتين تطلعوش على الارقام على الاسماء هلا عم نحكي واحد جيلاتين اتنين جليسيرول تلاتة مثل برابين اربعة بروبل برابين خمسة بيوريفايد ووتر مش نفس المكونات اذا بدي اعيد هسا كتابة الفورميولا او الار اكس بس بيشو بالكميات تاعت تحضيرتي بالكميات تاعت الشغل اللي هسا انا بدي اشتغله بالمختبر مثلا او بدي اكتب الكميات اللي انطلبت بالسؤال بدي احسب هلا بدي احسب عمل calculation طيب اذا نرجع اول خطوة رقم واحد كتبنا الفاكتور اكتبوا رقم واحد كتابة الفاكتور رقم اثنين يمس اعادة كتابة الفورميولا برجع بكتب المكونات كلها طيب شو بعمل طلعوا معي شو بعمل اول شي بدي احسب الفاكتور قلنا هي الانتمدد ويت عالتوتال ويت يعني الكمية المطلوبة بالسؤال على الكمية الموجودة بالار اكس الاصلية طيب شو الكمية اللي طلبها مني قداش الوزنة المطلوبة مني هو ما قال لي وزنة هو قال لي ست حبات تحميل طيب اذا انا بعرف كل تحميلة باتنين جرام اذا بضرب اتنين جرام اللي هي وزنة التحميلة الوحدة للطفل للتشيلدرن ضرب ستة بيساوي 12 جرام اذا انا كم تحضيرتي 12 جرام هيها بحطها بالبسط كم الوزنة اللي موجودة بالار اكس الاصلية حكيت لكم هيها 100 جرام طبعا ببسط بقسم على اتنين بتصير ستة بقسم على اتنين بتصير خمسين باجي بضرب برجع بعيد هسا مش الار اكس هلأ بحسب الار اكس على الكالكوليشن الجديدة الار اكس الجديدة بحط الجيلاتين ماشي وبضرب بالفاكتور كم هون كان الجيلاتين بالار اكس الاصلية شوفوها 14 منزلها زي ما هي اذا بنزل الكميات الاصلية بكتب اسماء المواد بنزل الكميات الاصلية هيشوفو 14 70 0.001 جرام 0.005 جرام 100 جرام نزلتهم نفسهم شو بسوي هسا بس بكل بساطة بضرب بالفاكتور ضرب 6 على 50 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 وبجيب الالة الحاسبة وبحسب الكميات الجديدة هيك احنا بنكون حسبنا الار اكس الجديدة وتحط اذا بكالكوليشن العملية دايما بتشوف انت شو انطلب منك كم التحضير اللي انطلبت منك وبتعمل الفاكتور اللي هو الانتندد ويت على التوتال ويت بترجع بتعيد الار اكس بكل مكوناتها بتحط الكميات الاصلية اللي كانت موجودة بالار اكس الاصلية وبعدين بتضربهم بالفاكتور هيك بتطلعوا معك اللي هنه المقادير الجديدة او الكميات الجديدة ماشي طيب هون بس بدي احكي لكم شغلة انه احنا ربما نشتغل بالمختبر رح نشتغل رح نشتغل بالمادة الاولى هاي جنبها صح والمادة التانية جنبها صح المادة التالتة والرابعة ما رح نشتغل فيهم يا مس هيها مكتوب جنبها لا تضاف ما رح نضيفهم على التحضيرها اوكي لانه احنا يعني هاي تجربة انت بس بدك تعملها تتعلم مهارة تصنيع التحاميل وخلص رح يعني نتلفها بعد هيك والمي طبعا هي الوسط المذيب الرئيسي اكيد رح نستعملها فبالتالي احنا تحفظوهم واذا سألتوا عنهم بالعمل يبتقولوهم بالRX بينما لما يسألوكم هل ضفتوهم على التحضيرها بيقولوا لا ما ضفناهم على التحضيرها لانها يعني كانت بس مجرد تجربة للتطبيق فيها النقطة يا مس بدي احكي لكم عن طبيعة المادة اللي اسمها جيلاتين قلنا هي مادة سلد صح مس ما بدي انسى وما بدنا نخربط انه دايما المادة الصلبة لما بدي اجي اوزنها بروح على الميزان لانها مادة صلبة اوكي طيب الجليسيرول مادة سائلة حكيت لكم طيب هل بنفع اروح اوزنها على الميزان لا احنا عارفين انه السوائل بروح باخدها عن طريق المخبار المدرج بالحجم باخدها بالملي السائل باخده بالملي بقيسه بالملي حجم طيب بس احنا هون معطى عندك انه الكمية الجديدة اللي بدنا ناخدها يعني حسب الفورميلا هون ارجع للفورميلا شو مكتوب لك مكتوب لك سبعين جرام طيب احنا لما حسبناها بالمقادير الجديدة تاعت التحضير حسب السؤال اللي بالكتاب قال لي هون 8.4 8.4 جرام طيب كيف بدي احسبها بالجرام وهي سائل لهيك هون في عندي هاي الخطوة بكتب عندها مهم هون بدي انا احول المادة بتاعت الجليسيرول من تعبيرها او من الجرام ككتلة طبعا الجرام يعني كتلة لا حجم طب مين القانون اللي بربط لي بين كتلة وحجم اذا بتذكروا هاي قانون الكثافة دينسيتي اذا الكثافة هي عبارة عن الكتلة على الحجم ماس على فوليوم طب انا بدي احول الكتلة هاي تاعت الجليسيرول لا حجم وبالتالي يعدل بالقانون بيطلع عندك انه الحجم يساوي كتلة على كثافة طيب يا مست القتلة احنا عارفينها ايوه عارفينها هيا 8.4 جرام طيب الكثافة انا بعرفها اه يا مست بنعرفها لانه في جداول بتحط لك اسم المادة والرقم بتاع كثافتها يعني ايشي معروف اذا نيجي بنطبق على القانون هذا بنحط الجليسيرول فوليوم بيساوي اللي هو 8.4 على الكثافة اللي هي 1.281 بتطلع عندك 6.66 مل اذا انت بدك تاخد من الجليسيرول هاد الحجم مس ارجوكم لازم تعرفوا شو يعني منطق التعامل مع المواد اذا المادة صلبة بروح على الميزان بوزنها ما في عندي اي مشكلة اذا المادة سائلة وانا موجودة عندي وزنة لها بدي احولها عن طريق قانون الكثافة لحجم عشان اقدر اخدها عن طريق المخبار المدرج طيب لحد هون تمام نيجي بنكمل هون عم بذكرك شو هي الاجهزة والادوات اللي رح تستخدمها بالتجربة اكيد احنا حكيناها graduated cylinder مخبار مدرج عشان اخد فيه حجم المي وحجم الجليسيرول بكركاس عشان اخلط فيه المكونات water bath حمام مائي ساخن عشان اسخن المكونات مع بعض لحتى يدوب الجيلاتين لانه الجيلاتين ما بيدوب الا بالمي السخنة filter paper spatula electronic balance ميزان glass rod للتحريك سابوزيتوري مولد هذا مهم نعرفه اللي هو القالب يمس اللي بصب فيه تحضيرتي بعد ما اصهرها عشان تاخد شكل التحميله وهون التلاجة طبعا منحط القالب جوا التلاجة عشان تجمد التحميل واخر شي بعد ما تفتح القالب اللي هو الفويل او القصدير عشان اتغلب فيها التحميل طيب هون بيجي بحكيلي ال procedure يعني خطوات العمل يمس بشكل عام بقولك انه اول شي طبعا انا رح حكيلكم اياها بالمختبر حنعيدها بشكل سريع بالمختبر اول ما ندخل على المختبر بس انتو المفروض هستكونوا دارسينها وعارفينها من الفيديو هاد سوق the gelatin in hot water with good stirring بيقولك دايما الجيلاتين بده ما يسخني عشان يدوب فيها to prevent its adhesion to the beaker wall او بدك تنتبه انه مايصير التصاق لالـ which are called gelatin على جدران البيكر اه 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 بلايس ده ميكتشر اوبر اووتر باث بدك تحط هسا اذا جبنا البيكر حطينا فيه مي سخنة وحطينا فيه جيلاتين دوبناه وبدي احطه جوه الواتر باث لحتى يوصل لدرجة سبعين وبعدين بدي اضيف لجليسارين والبريزيرباتيبس طبعا احنا ما رح اضيف لبريزيرباتيبس ورح اضل استمر بالتحريك لحتى اشوف كل شي داب وبعدين بصوب بور بصوب المزيج اللي حضرته بالقالب بحطه بالتلاجة بتركه لفترة بعد ما اشوف انه التحاميل جمدة جوه القالب رح اشيلهم من القالب وياغلفهم زي ما حكينا بلاستيك او فول بلسترز طيب هون هاي المعلومة مهمة مس انتبهولي عليها بحكي لنا ورح تاخدوها بالنظري انه هلا انا لما بدي اجي افتح القالب ممكن التحميل تلتصق بالقالب فانا شو بتي اسوي ما لازم تلتصق بالقالب فبيحكي لك انه حسب نوع القاعدة اللي انت استخدمتها في تحضير التحميلة ممكن تحتاج لمادة اسمها لوبريكانت وممكن ما تحتاج شو يعني لوبريكانت يعني اللوبريكانت هي مادة مشحمة للقالب زي الكيكة احنا زي لما نخبز الكيكة مش بنحط طحينية مثلا او زيت وطحين عشان ما تلتصق الكيكة بالقالب نفس الكلام احنا هون بنحط مادة مشحمة عشان لما افتح القالب ما تلتصق التحميلة بس هون شو بحكيلي احنا هون تحميلتنا نوعها الخاصة لسرين جيلاتين بحط خطين هون تحت كلمة doesn't need lubricant هون ما بحتاج اشحم القالب ولا احط اي مادة ليه لانها هيها because it doesn't stick to the mold بحط عندها مهم لانه مادة الجيلاتين والجليسيرول ما بتخلي التحميلة تلتصق بالقالب لانها لانه محتوى الجليسيرول فيها عالي اذا ما بواجه هاي المشكلة وبالتالي هي مشكلة طبعا التساق التحميلة بالقالب هاي مشكلة وفبما اني استخدمت القاعدة اللي هي جليسيرول ما بتعرض لهاي المشكلة لانه ما رح تلتصق التحميلة بالقالب وبالتالي ما بحتاج لتشحيم القالب هاي مهم النقطة ركزوا لي عليها هون بيجي بحكي لك الخطوات بالتفصيل فعليا بقول لك major 12 ميل بيوريفايد ووتر طبعا احنا هون بعد ما شوفوا كيف بعد ما ضربنا بالفاكتور فعليا كم طلعت كمية المي؟ 12 واحنا بنعرف انه كثافة طبعا 12 جرام وكثافة المي واحد اذا الـ 12 جرام هي نفسها 12 مليا مثل اذا باخد 12 ملي بيوريفايد ووتر بحطه ببيكر وبسخن المي داخل الووترباث لتوصل لسبعين درجة رقم اتنين بوزن الجيلاتين وبضيفه على المي السخنة داخل البيكر وبحرك لحتى يدوب بعدين باخد بالمخبار المدرج طبعا بوزن هون على الميزان بعدين باخد المخبار المدرج باخد الكمية تاعت الجليسارين وبضيفها على المزيج السخن اللي موجود داخل البيكر وبحرك هاي خطوة اربعة ما رح نعملها لانه هي عبارة عن اضافة البريزيرفاتيفز بعدين حكينا باخد البيكر بطلعه من الووتر باث وبصب المزيج بالسبوزيتوري مولز بصبه بالقالب ويبحطه بالريفريجريتر لحتى يجمد بعد ما تجمد بفتحهم زي ما حكينا وبنشوفهم هلأ ضل عندي هون ملاحظة يا مس بدي تكتبوها مهمة جدا انه احيانا لما تيجي تصب انت التحميل في القالب ممكن تنسكب المادة من ايدك ففي اشي اسمه ويست يعني ايش ويست يعني كمية ضايع بالتحضيره لهيك احنا لما منيجي نحسب الكمية اللي بدنا نحضرها دائما بزيد تحميلة على التحضيره يعني مثلا انا بدي احكيلكم بكرا بالمختبر بدنا نطبق انه كل طالب يحضر لي تحميلتين للانفنت اكتبوا السؤال عندكم هذا اللي هو رح يتطبق بالمختبر ان شاء الله يوم الاربعاء لما نطلاقه بريبير بريبير تو انفنت اكتبوها عندكم سابوزيتوريز تو انفنت سابوزيتوريز تمام هاي هو سؤال حضر تحميلتين للاطفال طيب اول ما تبلش تعمل الكالكوليشن احنا قلنا اول خطوة انك بدك تضرب اثنين ضرب وزنة التحميلة تاعت الرضيع هي واحد اذا نكمل وزنة اثنين جرام صح بس لا انا بدي دائما تزيد واحدة احتياطي بحال احنا خربطنا بالشغل تكون الكمية كافية فعليا لتحضير التحميل التنتين التحميل التتين وبالتالي شو انت بتيجي بتحسب لي انا قلت لك حضر اثنين زائد واحد بتضيف واحدة من التحميل اذا انت فعليا بدك تعمل حسبتك على تلات تحميل اوكي باجي بكمل تلاتة ضرب واحد اللي هي تلاتة تحميل ضرب واحد وزنة كل تحميلة للرضيع اذا انا بدي احضر تلاتة جرام وتحت دامنه ابدا اكتبه ملاحظة يتم اضافة تحميلة واحدة في الحسابات تماما دائما طيب اخر مقطع هون اللي هو اللي هو بتعرفوا اللي يعني الاشياء اللي بكتبها على الباكيجينج لاحظوا انه مس دايما في شايفين هاي اللي هون على جهة الشمال هاي بسميه مين ليبل اكتبه فوقه مين ليبل واللي على اليمين هون اللي هو الاكزلاري ليبل شو يعني مين ليبل وش يعني اكزلاري ليبل يعني فيه معلومات اساسية زي هوية الدواء اكيد بدي اكتب لحظة هون المعلومات اللي مكتوبة اشياء رئيسية اول شيء الدوزش فورم الشكل الدوائي الكمية الاستخدام الدايركشنز كيف بحكي للمريض طريقة الاستخدام المادة الفعالة والمواد الغير فعالة والستوريش كونديشنز رقمهم هدول اللي بالغامج وتحتهم خط هدول الشغلات اساسية ميس بكل تحضيره لازم انت تكتب هدول الشغلات هسا بدي احكي لكم اشي بس اخلص اذا رقمهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة دائما بس تقول باسم الله اقول لك اكتب التقرير بتكتب لي هدول بالاول اللي بالغامج تحتهم سطر وبعدين انت بتبلش اتعب البيانات التانية هاي اللي راح تكون مختلفة تبعا للتحضير اللي انت بتشتغل فيها طبعا شوفوا هون الديوزش فورم سابوزيتوريز الكمية اتنى عشر جرام اليوز لاكزاتيف الديريكشن ابلاي ريكتالي الاكتب انجريديينت غليسرول هدول ان اكتب والستوريش كونديشن كول دراي بليس حكيناهم هاي الامور كله يعتى طب نيجي هون للأكزلاري شو معنى اكزلاري يعني هي عبارات مش ثانوية ولكن ممكن تقول مش رئيسية برضو يعني فور ركتاليوز اونلي هاي لازم نكتبها على هالتحاميل هاي جملة اساسية مهمة لازم تمكتب على التحاميل لكن هي مش بالهوية بتاعت الدواء مش بالمين برضو منحطه تحذير انه ما بتتاخد انترنالي هدول حفظ يامس هدول وهدول حفظ لازم انت تكون عارف كل تحذيرها باللابل تاعها شو الشغلات المميزة يعني لو اجيت حكيت هل انت بتيجي بتحكي فور ركتاليوز اونلي مثلا بتلاقيها مكتوبة على باكيت بنادول اقراص بنادول لا طبعا او اي دواء كابسولات لا طبعا وطحت فلهيك فيه شغلات معروفة انها بتنكتب على الشكل الدوائي طيب يامس انا طلبت منكم انه هيك منكون خلصنا شرح اول لاب وحكيتلكم انه تطبيق اللاب ان شاء الله رح يكون عبارة عن prepare to infant suppositories حكيتلكم فيه نموذج تاع التقرير موجود هون اخر التجربة بجوز مش باول تجربة تاني تجربة هذا التقرير بتمروا على المكتبة بتصوروه عشر نسخ بتترفقوا لي اياهم بملف هذا مش الملف العادي الملف اللي بتثبت فيه الورقة وبنصير داخل المختبر مجرد ما ندخل بتعبيلي هذا التقرير تعملي الحسابات تاعة التحضير اللي انا طلبتها منك بتعيد صياغة كل المعلومات هون مرة تانية ليش؟ لانه انت ممكن بالامتحان الشامل اذا طلبوا منك تحضير التحاميل بيعطوك ورقة بيضة مش زي هي كاميرا يعني مكتوب فيها البيانات بيعطوك ورقة بيضة انت لازم لحالك منك لحالك تتعلم تكتبهم بنفس الطريقة هاي اللي مكتوبة هون على الريبورت هاي المعلومات كلها تكون حافظها وتكتبها مباشرة لحالك فان شاء الله يوم الاربع بموعدنا بتيجوا جايبين التقارير ومحضرين التجربة مباشرة حمفت على التطبيق وتكتبوا البيانات هاي كل اياتها اشتركوا في القناة